في إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة فقد قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة تونس على رأس وفد أمني رفع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والسلسين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تبدأ فعليتها في الثاني من مارس بالعاصمة التونسية كان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى مطار تونس وزير الداخلية التونسي وسفير المصري لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية هذا وقد أكد وزير الداخلية محمود توفيق على أهمية المشاركة في فعليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية مؤشيرا إلى ضرورة تفعيل أليات تنصيق الأمني السنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف كما وجه وزير الداخلية الشكرى لنظيره التونسي على ملاقاه الوفد المصري من حفاوة وترحب منذ وصوله إلى الأراضي التونسية مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة